لَقَدْ كَالَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آيَاتُ الْمِسَّاهِينَ إِذْ قَالُوا لَيُوسُفُ وَأَخُرُهُ أَحَبُ إِلَىٰ أَبِيْنَا مِنَّا وَنَعِلُّ عُصْبَةَ إِنَّ أَبَاءَ لَفِيهُ وَنَالٍ مُّبِيْنَ اغتُلُوا لَيُوسُفَ أَلِكُ رَحْمٌ وَأَرُضًا يَخْرُ لَكُمْ وَتِيُهُ أَبِيْهُمْ وَتَيُونُوا بِمِنْ بَعْدِهِ وَأَبِيْهُ أَبِيْهُمْ وَتَكُونُوا بِمِنْ بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ قَالِ رَائِلٌ مِّنْ لَا تَحْتُلُوا يُوسُفَ وَأَلْكُمُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّيَ الْتَقِينُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّيَ الْتَقِينُ بَعْدُ السَّيَارَةِ إِنْ كُمْتُمُ فَاعِينَ قَالُوا يَا أَبَانَا لَكَ لَا تَأَمَنَّا عَلَى يُوسُفَ وَإِنَّا لَهُ نَحَافِذُونَ أَبْسِلْهُ مَعَنَا قَدَيْ يَوْسَعُ وَيَلْعَبُ وَإِنَّا لَهُ نَحَافِذُونَ صَالَ اللَّهُ الْعَظِيمُ